اشتركوا في القناة 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 بعدين كل البعد عن الكوكاكولا والمشروبات الغازية بكل بكافة انواحها. بعدين كل البعد عن التدخين. يا بيتدخل طول اليوم كفاية بقى قبل النوم بتلت ساعات حاول قدر الامكان تبدأ هالديل الحاجات. لو دلنا ان احنا نمنع هالديل الحاجات قبل النوم بتلت ساعات واخدنا معانا هتنام نوم هادي عميق مريح اه تصحى فايق ورايق مش جسمك مش مكسر زي كل يوم. اغلب الناس تشتكب من موضوع تكسير الجسم. ليه? لانك انت نوم غير مريح غير عميق. الجسم ما خدش راحته. هناخد المستحضر ده اه اللي هو او قبل النوم بساعة وحنبعد عن كل الحاجات اللي احنا هناك. وبس كده ده الفيديو بتاعنا النهاردة وكده. عايز كل الفيديو ده يوصل لكل الناس اي صاحبك اللي بيشتكي صاحبك اللي بيشتكي من من قلة النوم وما بيعرفش ينام. ابعت له الفيديو ده ممكن ينام نوم هادي ومريح ويصحى كده فايق ورايد ايه لك دعوة حلوة يا اخي. ايه هندانينا كده طول حياتنا. شكرا ليكم كان معكم الدكتور احمد عطيات ده عشان دومتم بصحة وعافية.